اشتركوا في القناة وضفت الى فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الامثل كشفت تقارير صحفية الى تواصل الزمالك مع البرتغالي باولو مينيزيس المدرب النجم اللبناني لتدريب الفريق وقال باولو مينيزيس في تصريحات صحفية لموقع القاهرة الاخبارية نعم هناك مفاوضات مع نادي الزمالك انهم يتحدثون مع وحيوب اعمالي وتابع ارسلنا سيراتي الذاتية ومشروع الرياضي الى رئيس النادي حسين لبيب وكذلك احمد سليمان عضو مجلس الادارة ونحن في انتظار اجتماع لعرض مشروع الرياضي على مجلس الادارة واختتم اذا كان عرض الزمالك جيد نعم ساقبل علينا التفاوض والوصول الى صيغة مناسبة للطرفين مصدر بالزمالك نقلا عن الوطني اليوم احد الوكلاء عرض خلال الساعات الماضية عبدالعزيز البلعوتي حارس مرمى نادي امبي وذلك من اجل تدعيم مركز حراسة المرمى بعد قرار عرض محمد صبحي حارس مرمى الفريق للبيع واضاف المصدر ان حتى هذه اللحظة لم يتوصل مسؤول الزمالك مع حارس نادي امبي بشكل رسمي مشيرا الى ان النادي يتحفظ على التحرك في اي صفقة في الوقت الحالي لحين حسم ملف ازمة سبورت انجليش بونا بسبب قضية شيكابالا وانهاء كفة الازمات التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية بشأن وقف القيد قرر مجلس ادارة نادي الزمالك توفير خمسين حافلة مجانية لنقل الجماهير من القاهرة الى استاد بورج العرب وذلك يوم الاحد المقبل لمؤازرة ودعم فريق الكرة الاول في المواجهة الهامة امام ابو سليم الليبي بافتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة الكنفدرالية الافريقية ومن المقرر ان يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاحد المقبل امام بوابة رقم واحد وذلك لنقل المشجعين من امام مقر النادي الى استاد الجيش ببدينة بورج العرب بالاسكندرية ثم العودة مرة اخرى لنفس النقطة ويشتر التواجد الجماهير امام مقر النادي بتذكرة المباراة وفان اي دي من اجل استقلال الحافلات والتوجه الى الملعب ثم العودة للقاهرة مرة اخرى عقب انتهاء اللقاء استقبل نادي الزمالك الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل في تدريبات الفريق الاول لكرة القدم اليوم الاربع لتحقيق طلبه بالتواجد في مقر القلعة البيضاء ومقابلة نجوم الفريق وتواجد الشاب الفلسطيني في تدريبات فريق الكرة وحظي باستقبال كبير من جميع اللاعبين واعضاء الجهاز الفني وحريص احمد سليمان خلال تواجده في تدريبات الفريق على الحديث مع الشاب الفلسطيني مؤكدا له بان نادي الزمالك يرحب به في اي وقت وشدد على دعم النادي دائما للقضية الفلسطينية من المقرر ان تقام مباراة الزمالك وابو سليم الليبي يوم الاحد 26 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الجيش ببرج العرف في الجولة الاولى لمباراة دور المجبوعات لبطولة كأس الكنفدرالية الافريقية عقد احمد سليمان جلسة مع لاعب الفريق والجهاز الفني في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة وجاءت الجلسة قبل انطلاق مران اليوم وتحدث احمد سليمان مع اللاعبين والجهاز الفني عن اهمية المرحلة المقبلة حيث حرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل اقصى جهد لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة افريقيا ومحليا واكد على ثقة الجميع في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة خالد الغندور احمد فتوح لن يرحل عن نادي الزمالك في يناير القادم ووصل هناك اندية خاليجية كانت على اهتمام بضم احمد فتوح من الزمالك في يناير ولكن هل من الممكن ان يتعاقد نادي مع لاعب بمبلغ كبير ثم ينضم فتوح لهذا النادي بعد نهاية امم افريقيا واشار بطولة امم افريقيا ستعطل انضمام فتوح لأي نادي خاليجي لان هذا النادي سيفضل ان ينتظر ثلاثة اشهر بعد بطولة امم افريقيا ويتعاقد معه مجانا بدلا من ضمه في يناير ودفع مبلغ للزمالك ثم يتأخر انضمام اللاعب لحين نهاية التوقف الدولي نقلا عن القاهرة 24 حسين لبيب عقد جلسة مع فتوح خارج نادي الزمالك بعد الازمة الاخيرة الخاصة بمباراة زد واشار مصدر ان حسين لبيب اكد لللاعب رفض المجلس دفع منحة تعاقد اكثر من 5 ملايين جنيه مؤكدا رفضه دفع 30 مليون جنيه مثلما طلب اللاعب واكد لبيب لاحمد فتوح ان منحة تعاقد سيتحملها محبين النادي ولن تكون من الخزينة في ظل الازمة المالية الطاحنة واضاف لبيب لفتوح انه يرفض دفع اي اموال من خزينة النادي تحت مسمى منحة تعاقد للتأكيد على ترسيخ فكرة ان منحة تعاقد تكون من محبين النادي فقط ادى محمود علاء ومحمود حمد الوينش وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق تدريبات تأهلية على هامش ميران اليوم الاربع وخاض الثلاثي فقرات تأهلية متنوعة تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما من اجل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق إلى الفترة المقبلة ادى مصطفى شلبي تدريبات تأهلية على هامش ميران اليوم الاربع ويخوض المرحلة الاخيرة من البرنامج التأهلي في ظل اصابتهم من قبل بكادمة قوية في وجه القدم شادي محمد لاعب الاهل السابق ارفض انضمام احمد فتوح الى الاهل بسبب عدم الالتزام وادارة الزمالك عرضت اللاعب للبيع بسبب انه غير ملتزم وهذا يوضح عقليته وتابع اللاعب الذي لا يعرف قيمة قميس الزمالك والاهل لا يستحق اللاعب في صفوفهما وانضمام فتوح للاهل سيدر الفريق بسبب عدم انضباطه هو يمتلك نغمة لا يشعر بها ولا يدرك قيمة ما وصل اليه واردف ما حققه احمد فتوح حلم لكل الناشئين واللاعبين في مصر حيث ان امنيتهم هي اللاعب في صفوف الاهل او الزمالك واللاعب لا يمتلك عروض من السعودية كما تردد خاصة ان الدوري هناك يمتلك لاعبين على اعلى مستوى واختتم فتوح ما يمتلك عروض خاليجية ولا يوجد نادي في المنطقة العربية افضل من الزمالك والاهل لكي يلعب فيه ولو هو لا يعرف قيمة ناديه كيف سيعرف قيمة النادي الذي سينتقل اليه بس كده هي دي كل اخبار اللي كانت معنا النهار ده عن نادي الزمالك اتمنى الفكرة اكون خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب القناة ومتشكلهم جدا على درم وكننا عندكم اي ملحوظة سيبوها النافة تعليقات سلام